نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في المسجد النبوي الشريف رعى حفلة كريم الفائزين في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين بأجواء إيمانية عالية أنهت مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره تصفياتها النهائية لتعلن عن الفائزين بهذه الدورة حيث بلغ عدد المتأهلين للتصفيات النهائية 61 متسابق من جميع الأفرار حقيقة أن المشاعر كبيرة ومشاعر الفرح والغبطة والبهجة والسرور بدت الحمد لله على محية المكرمين والفائزين وجميع المتسابقين من الدول أقول بهذه المناسبة ونيابة عن جميع الوفود وعن جميع المشاركين والمتسابقين شكرا لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رأي هذه المسابقة وشكرا لسمو ولي عهده الأمين انطلقت فعاليات المسابقة في رحاب المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة والتي قسر فيها رقما قياسيا من خلال مشاركة 82 دولة من مختلف دول العالم حيث تنافس المتسابقون من خلالها على جوائز يبلغ إجماليها مليون ونصف ريال الحمد لله عز وجل فضل من الله كبير النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه أدعو إخواني جميعا إلى الاهتمام بالقرآن والعناية به فربنا سبحانه وتعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه تم التنظيم والتنسيق مع الزملاء في جزارة الشرون الإسلامية وتم الترتيب لها وقيمة المسابقة في الأسبوع الماضي والليلة كانت ليلة الختام ليلة التتويج ليلة الفرح للمتسابقين وللمنظمين بأن وفقنا الله عز وجل لخدمة كتابه الكريم مسابقة تعكس اهتمام ورعاية قيادتنا الرشيدة بكتاب الله عز وجل وذلك من خلال طباعته والعناية به وإقامة المسابقات والفعاليات والتي تغرس حفظ القرآن الكريم وتلاوته في نفوس الجميع ليكون نورا تضاء به الأفيدة وتتمسك به الأنفس من المدينة المنورة مصطفى عباس